بسم الله والحمد لله والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإحنا النهار دا كنت معنا وعملنا أول مؤتمر بكورة عمل لجمة المرأة في الهيئة العالمية لنصرة نبي الإسلام طبعا الهيئة كان لها دور كبير في نصرة النبي عليه الصلاة والسلام وإحنا بدورنا كنساء قلنا لازم نشارك نساء شقاق الرجال فقلنا نشارك في نصرة النبي عليه الصلاة والسلام ولكن لما أوزي النبي صلى الله عليه وسلم في مشارق الأرض وتم دفاع عنه من قبل النساء واجب علينا إحنا كنساء نقوم وندافع ونتكلم ونقول اللي سجنت واللي قتل ابنها واللي تهدم بيتها واللي اتجرجرت في الشارع والتشالح جابها كل الكلام دوت إحنا هنا كنساء نقول نحن معاكم وبنأيدكم وكان المؤتمر دا عشان كده سواء في الهند أو تركستان سمعنا يعني ما يعني تدمي لها القلوب نحن نحارب ليس لأننا يعني ترك ولكن لأننا مسلمات فوجب علينا إحنا كمسلمات إن إحنا نقوم وندافع ونتكلم ونقول إن إحنا معاكم ولو نأيدهم ولو بكلمة ولو بدعم دا يعني جهد المقل إن شاء الله ببشركم إن بداية المؤتمر دوت بداية أعمال تانية جاية كتير في إن شاء الله ويرش عمل حتى نطبق ما قلناه في البان الختامي معركة الوعي وكيفية نشو ننزل على أرض الواقع ويرانا النساء والأمة كلها المرأة هي نصف المجتمع وترب المجتمع الآخر فالمرأة هي المجتمع كله نصالحات صالحة الدنيا كلها وده منهجنا نمشي على الكتاب والسنة بما قال الله قال رسول الله قال الصحابة أولو العرفان على النهج الصحيح نهج أهل السنة والجماعة النقطة التانية اللي إحنا حبنا نعملها طبعا المقاطعة مقاطعة لكل مش إحنا الصين هي اللي محتاجانا الهند هم اللي محتاجنا إحنا السوق المستهلكة الحقيقية فمن قاطع من يسيء لنبي الإسلام النبي عليه الصلاة والسلام هم ما معرفوش مين النبي هم ما معرفوش مين رسول الله صلى الله عليه وسلم فإحنا هنا النهاردة بنقول تعالوا عرفوا النبي عليه الصلاة والسلام بالنهج الصحيح وبالقيمة الحقيقية وحبوا النبي زي إحنا ما بنحبوه حبه النبي زي ما نتمنى نراه حبه النبي زي ما احنا شايفينه وان شاء الله بإذن الله بداية المؤتمر دوت تبقى بكورة عمل لنقطة واحدة فقط من هو رسول الله احنا ان شاء الله هنعرفكم بإذن الله بالحسنة وبالوعز الحسن من هو النبي صلى الله عليه وسلم كلمة دعم وحب وتقدير ومشارقة لنساء المسلمات في الهن وتركستان احنا معاكم من هنا بقائكم والله ومش بس النساء دول ده كل نساء العالم أقول الله سبحانه وتعالى يا رب يجعل هذا العمل خالصاً لوجه جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة